في سياق متصل قاد الرئيس روسي فلاديمير بوتين سيارة من طراز ميرسيدس عبر جسري كيريتش الرئيسي الرابط بين الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم والذي تضرر بشدة في انفجار أكتوبر الماضي وعند إحدى النقاط عرج بوتين على الموقع الذي شهد الانفجار وخرج من السيارة لمناقشة إصلاحات الطريق والسكك الحديدية التي تضررت في الحادث بوتين أكد أن روسيا تحتاج إلى الضمان لارتباط مع شبه جزيرة القرم عبر المناطق الأوكرانية التي ضمتها بلاده خلال الأشهر الماضية